مرحبا بكم أعزائي التلاميذ متتبعي قناة أتعلم من بيتي اليوم سنتعرف على درس الأعداد الكسرية مقارنة وترطيب الأهداف أتعرف كسورا بسيطة متكافئة أختزل أعداد كسرية قابلة للاختزال أقارن وأرتب أعداد كسرية لها نفس المقام نبدأ على بركة الله لنبحث ونطبق تمثل الأشكال قطع حلوة متشابهة اشتراها ثلاثة أصدقاء الأجزاء الملونة تمثل ما أكله كل منهم من قطعته لدينا أمين وسامية وأحمد وفاطمة نكتب العدد الكسر الذي يمثل جدء الحلوة الذي أكله كل منهم نلاحظ الأشكال الجانبة نلاحظ الجزء الملون وهو الذي يمثل ما أكله كل طفل أحمد إذن نجد أن الجزء الملون يمثل إثنان ومجموع القطع هو أربعة قطع إذن سنكتب إثنان على أربعة فاطمة أكلت قطعة واحدة من أصل أربعة قطع إذن سنكتب واحد على أربعة سامية أكلت ثلاثة قطع من أربعة إذن سنكتب ثلاثة على أربعة وأمين أكل أربعة قطع من أصل أربعة إذن سنكتب أربعة على أربعة نقارن هذه القصور بوضع الرمز المناسب أكبر من أو أصغر من أو تساوي إذن إثنان على أربعة سنقارنها مع ثلاثة على أربعة إذن نعرف أن العدد الكثري يتكون من بسط ومقام إذن المقام هو أربعة في كل العددين لدينا المقام يسوي أربعة إذن إثنان على أربعة وثلاثة على أربعة إذن سنقارن إثنان مع ثلاثة إذن إثنان أصغر من ثلاثة إذن إثنان على أربعة أصغر من ثلاثة على أربعة كذلك في العددين لدينا واحد على أربعة واثنان على أربعة إذن بما أن لهم نفس المقام هو أربعة إذن نقارن فقط 1 مع 2 و1 أصغر من 2 2 على 4 و2 على 4 لدينا 2 تساوي 2 إذن العددين متساويين 1 على 4 و3 على 4 1 أصغر من 3 إذن 1 على 4 أصغر من 3 على 4 2 على 4 و4 على 4 إذن لدينا المقامين متساويين إذن 2 أصغر من 4 ونقول أن 2 على 4 أصغر من 4 على 4 جميع هذه الأعداد الكسرية لها نفس المقام نمر إلى التمرين رقم 1 تم تجزئ الشريط A بكيفيات مختلفة أكتب الأعداد الكسرية الممثلة ثم أقارنها بوضع الرمز أكبر من أو أصغر من أو يساوي لدينا A إذن كما تلاحظون سنبدأ بالشكل الأول على اليسار بجانب A لدينا 2 من 3 و2 من 3 في الأعلى وفي الأسفل إذن سنكتب 2 على 3 تساوي 2 على 3 بالنسبة للشكل الثاني لدينا أربعة قطع ملونة من أصل أربعة ولدينا 1 من 1 إذن سنكتب 1 على 1 يساوي أربعة على أربعة أو أربعة على أربعة تساوي 1 على 1 لدينا 3 قطع من أصل 6 قطع في الأعلى ولدينا 5 قطع من أصل 6 إذن سنكتب 3 على 6 أصغر من 5 على 6 لدينا القطعة A مجزة إلى خمسة قطع وملون أربعة أجزاء إذن سنكتب 4 على 5 أكبر من 3 على 5 إذن سننتقل إلى أسبب التعلمات الوحدة كما تلاحظون هي القطعة الملونة بالأبيض لون منها أربعة من أصل 7 وكتبنا أربعة على 7 وفي الشريط في الأسفل لون 6 من أصل 7 وكتبنا 6 على 7 للكسرين نفس المقام الذي هو 7 إذن سنقارن البسط أربعة أصغر من 6 إذن 4 على 7 أصغر من 6 على 7 لأن 4 أصغر من 7 وأربعة على 7 أصغر من 1 7 أكبر من 6 لأن 7 على 6 أكبر من 1 نمر الآن إلى التمرين رقم 2 أكتب العدد لكسر المناسب لكل جدء ملون ثم أقارن بوضع الرمز المناسب تساوي أو أكبر من أو أصغر من إذن كما تلاحظون الجدء الملون في الأعلى هو 4 من 6 إذن سنكتب 4 على 6 وفي الأسفل 5 من 6 إذن 5 على 6 إذن سنقارن 4 أصغر من 5 إذن 4 على 6 أصغر من 5 على 6 في الشكل الثاني لدينا 2 على 5 وفي الأسفل 2 على 5 إذن متساويين في الشكل الثالث لدينا 5 من أصل 8 لدينا 3 ولدينا 2 إذن 3 و2 هي 5 من أصل 8 وفي الأسفل لدينا 4 من أصل 8 إذن 5 على 8 أكبر من 4 على 8 لدينا 2 على 2 تساوي 2 على 2 وفي الشكل الآخير لدينا 2 من أصل 4 ولدينا 3 من أصل 4 إذن 2 على 4 أصغر من 3 على 4 نمر إلى التمرين رقم 3 أحدد بعلامة في كل عددين كثريين يصعب علي مقارنتهما لماذا؟ نعم إذن 6 على 7 و4 على 7 يمكنني مقارنتهما لأن لديهم لديهما نفس المقام 3 على 8 و2 على 5 لا يمكن مقارنتهما لأن لهم مقامين مختلفين 4 على 9 و5 على 9 لهم نفس المقام 8 على 10 و9 على 12 يجب أن أضع علامة لأن لا يمكن مقارنتهما لديهما مقامين مختلفين 7 على 12 و11 على 12 يمكن مقارنتهما لأن لهم نفس المقام لماذا؟ ليس لهم نفس المقام تنكتب ليس لهم نفس المقام أو لأن لهم مقامين مختلفين تمرين رقم 4 ولاحظوا المثال ثم أختزل لدينا 1 على لدينا 5 على 10 إذن ولدينا 1 على 2 لاحظوا المثال لدينا 6 على 8 ولدينا 3 على 4 إذن 6 على 8 بجنمروا 3 على 4 قمنا بقسمة كل من البسط والمقام على 2 6 على 2 3 8 على 2 تسوي 4 إذن نعود لدينا 1 على 2 ولدينا 5 على 10 إذن 5 على 10 تساوي 5 مقسومة على 5 و10 مقسومة على 5 وتساوي 1 على 2 5 على 5 هي 1 و10 على 5 هي 2 لدينا 2 على 4 و1 على 2 إذن سنقوم بقسمة كل من البسط والمقام على 2 2 على 2 1 4 على 2 2 2 على 6 و1 على 3 إذن 2 مقسومة على 2 1 و6 مقسومة على 2 تساوي 3 نمر للتمرين رقم 5 وقارنوا بوضع الرمز المناسب دائما أصغر من أو أكبر من أو تساوي إذن 3 على 4 و2 على 4 3 أكبر من 2 إذن 3 على 4 أكبر من 2 على 4 9 على 8 و1 1 و8 على 8 هنا لدينا 9 على 8 إذن 9 على 8 أكبر من 1 5 على 6 و1 إذن 5 على 6 أصغر من 1 لأن 1 يسوي 6 على 6 11 على 12 و9 على 12 إذن سنكتب أكبر من 11 على 12 أكبر من 9 على 12 دائما نقرأ من اليسار نذهب إلى التمرين 6 أختزل متى أمكان كما في المثال لدينا المثال 9 على 12 تساوي 9 على 12 9 مقسمة على 3 12 على 3 وتساوي 3 على 4 إذن نمر إلى 11 على 12 لا يمكن أن نقسمه لأننا ليس لديهم قاسم مشترك 11 و12 ليس لهما قاسم مشترك لا نجد عدد نضربه في عدد ويساوي 11 ونفس العدد نضربه في عدد ما ويساوي 12 10 على 12 إذن يمكن أن نختزله نقسم على 2 ويعطينا 5 على 6 8 على 6 يمكن سنقسم على 2 ويعطينا 4 على 3 نمر إلى التمرين 7 1 على 2 يساوي عدد ما على 4 ضربنا 2 في 2 سنضرب 1 في 2 ويساوي 2 على 4 5 على 6 ضربنا 5 في 2 تساوي 10 6 في 2 تساوي 12 سنكتب 10 على 12 6 على 9 إذن قسمنا 9 على 3 وحصلنا على 3 إذن 6 على 3 وتساوي 2 نمر بالضرب أو بالقسمة يجب علينا أن نضرب البسط والمقام في نفس العدد أو نقسمهم على نفس العدد ونحصل على عدد آخر يساوي العدد الكسري الذي كان لدينا سابقا وحيط الأعدد الكسرية التي أستطيع مقارنتها ثم أرتبها تصاعديا إذن الأعداد التي أستطيع مقارنتها هي الأعداد التي لها نفس المقام وهي 7 على 9 و5 على 9 و8 على 9 أرتبها تصاعديا بمعنى من الأصغر إلى الأكبر إذن أصغر عدد هو 5 هو 5 على 9 ويليه 7 على 9 ويأكبر عدد هو 8 على 9 نمر إلى التمرين 9 اقتسم ثلاثة أصدقاء كعكة فأخذ علي 2 على 6 من الكعكة وأخذت فاطمة 3 على 6 وأخذ أحمد 1 على 6 أمثل هذا التوزيع إذن كما تلاحظون علي قطعتين وفاطمة 3 قطع وأحمد قطعة 1 إذن أحدد اسم الذي له أكبر قطعة بطبيعة الحالية فاطمة لأنه أخذت 3 قطع اسم الذي أخذ أصغر قطعه وأحمد لأنه أخذ قطعة 1 إذن أتمنى أن تستفيدوا من هذا الترس وإلى اللقاء